اشتركوا في القناة هنأ مجلس الوزراء الفائزين بجائزة الملك حمد اليونسكو لاستخدام تكنولوجيا المعلومات والاتصال في مجال التعليم واشهد المجلس بدور هذه الجائزة وما تحمله من اسم غال في تعزيز أهداف اليونسكو في توظيف تكنولوجيا الاتصال للارتقاء بالتعليم وتطوير مخرجاته بعدها وجه صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء إلى تنفيذ 14 مشروعا تنمويا وخدميا وسياحيا بالمحافظة الجنوبية وكلف سموه اللجنة الوزارية للإعمار والبنية التحتية بدراسة 11 مشروعا تنمويا في المحافظة الجنوبية فيما وجه سموه بالإسراع في الانتهاء من ثلاثة مشاريع جاري تنفيذها حاليا بالمحافظة الجنوبية وتشمل هذه المشاريع مدرسة نموذجية شاملة للبنات تضم المراحل الابتدائية والعدادية والثانوية ومركزا شبابيا في الزلاق ومشروع تطوير السوق الشعبي بمدينة عيسى إلى جانب دراسة إنشاء مركز صحي جديد يخدم أهالي مدينة خليفة وتطوير سوق الرفاع ومنتزه عين نحنانية وتطوير شارع 96 وتطوير ملعب عسكر لاستخدامه لمرافق وأنشطة متعددة ومشروع تركيب الكاميرات الأمنية في سوق الرفاع وتطوير حديقة البكوارة وإنشاء مجلس لأهالي الدور بعدها نوها صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء بأهمية معرض ومؤتمر الشرق الأوسط الثالث عشر للعلوم الجيولوجية جيو 2018 والذي عقد تحت الرعاية الكريمة لصاحب السمو الملكي رئيس الوزراء وافتتحه بالنيابة عن سموه سمو الشيخ علي بن خليفة آل خليفة نائب رئيس مجلس الوزراء وبما تميز به من حسن إعداد وتنظيم وإقبال متزايد للمشاركة فيه من قبل الشركات النفطية العالمية والمختصين بالعلوم الجيولوجية إلى ذلك فقد هنى مجلس الوزراء الفائزين في انتخابات مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة البحرين مؤكدا المجلس دعم الحكومة ومساندتها للقطاعين التجاري والصناعي الذين تمثلهما غرفة تجارة وصناعة البحرين وبما تطلع به هذه الغرفة من دور في دعم توجهات الحكومة في مسيرة التنمية الاقتصادية فيما أحط سعادة وزير الصناعة والتجارة والسياحة المجلس بتقرير بشأن هذه الانتخابات ثم وجه صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء إلى تشديد الرقابة على بعض أنواع العلاج الذي قد يساء استخدامه لأغراض يجرمها القانون وكلف سموه وزارة الصحة بذلك بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة والاختصاص بعد ذلك وجه صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء إلى اتخاذ التدابير الاحترازية وتشديد الرقابة للحيلولة دون وصول مرض انفلونزا الطيور إلى البلاد من بعض المناطق التي تم الإعلان عن اكتشاف المرض فيها وكلف سموه الأجهزة المختصة بذلك بعدها أشاد مجلس الوزراء بنتائج زيارة صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان آل سعود ولي العهنة برئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع بالمملكة العربية السعودية الشقيقة إلى المملكة المتحدة لدورها على صعيد توثيق وتمتين العلاقات العربية البريطانية وبما أظهرته المباحثات الثنائية من قوة في الموقف البريطاني الداعم للمملكة العربية السعودية وبما تجلى في الحفاوة والترحيب البريطاني بهذه الزيارة على المستويين الحكومي والشعبي ما يعكس المكانة الكبيرة للمملكة العربية السعودية إقليميا ودوليا بعد ذلك بحث المجلس الموضوعات المدرجة على جدول أعماله وذلك على النحو التالي أولا وفق مجلس الوزراء في ضوء توصية اللجنة التنسيقية برئاسة صاحب السمو الملكي ولي العهنة بالقادة الأعلى ناب الأول لرئيس مجلس الوزراء على مشروع قانون بشان إعادة التنظيم والإفلاس وقرر المجلس إحالته إلى السلطة التشريعية ويهدف مشروع القانون إلى تعزيز هيكلة التشريعات الداعمة للنمو الاقتصادي والتشجيع على الاستثمار كما سيسهم مشروع القانون في تحديث إجراءات الإفلاس واستحداث نظام إعادة التنظيم المالي للمؤسسات والشركات التجارية باستثناء تلك الخاضعة لرقابة مصرف البحرين المركزي ويسهم مشروع القانون أيضا في مساعدة الشركات حال إفلاسها لتصحيح أوضاعها وضمان حقوق جميع الأطرف ثانيا وفق مجلس الوزراء على انضمام مملكة البحرين إلى اتفاقية تأسيس البنك الأسيوي للاستثمار في البنية التحتية وقرر إحالة مشروع قانون بهذا الخصوص إلى السلطة التشريعية ويفوض وزير المالية وفق مشروع القانون في الاكتتاب باسم مملكة البحرين في رأس مال هذا البنك بينما يخصص مصرف البحرين المركزي كمؤسسة إيداع لهذا الاكتتاب في مملكة البحرين ثالثا وفق مجلس الوزراء على التصديق على البروتوكول الثالث لاتفاقية التجارة الحرة بين مملكة البحرين والولايات المتحدة الأمريكية وقرر إحالة مشروع قانون بهذا الخصوص إلى السلطة التشريعية رابعا وفق مجلس الوزراء على تعديل عقد التأسيس والنظام الأساسي لشركة بورصة البحرين وإشمل ذلك إضافة ألية للتسجيل الإلكتروني للأسهم لتبسيط الإجراءات وتعديل صلاحيات مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية فيما يتعلق بالشواغر واجتماعات مجلس الإدارة وتحديد المسؤوليات وذلك من خلال المذكرة التي قدمها بهذا الخصوص سعدت وزير الصناعة والتجارة والسياحة وقرر المجلس الموافقة على مشروع مرسوم بهذا الخصوص خامساً حرصاً على تطوير جودة الخدمات الصحية في القطاع الصحي الحكومي والخاص وتعزيز التنافسية والرقابة وشفافية بما يكفل ضمان الاستغلال الأمثل للموارد في القطاع الصحي فقد بحث مجلس الوزراء تشكيل لجنتين على المستوى الوطني تضم ممثلين من القطاع الصحي الحكومي والخاص الأولى هي اللجنة العليا للجودة والمعايير الإكلينيكية لتكون كجهة استشارية فنية لتحسين جودة الخدمات الصحية واستدامتها والثانية هي اللجنة العليا للتدريب الطبي وذلك بهدف بناء القدرات وتنمية الكوادر الطبية وقد قرر المجلس حالة المذكرة التي قدمتها سعادة وزيرة الصحة في هذا الخصوص إلى اللجنة الوزرية للشؤون القانونية للدراسة سادسا أحال مجلس الوزراء للسلطة التشريعية مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الطفل الصادر بالقانون رقب 37 لسنة 2012 المعد بناء على الاقتراح بقانون المقدم من مجلس النواب مشفوعا بمذكرة برأي الحكومة حوله وذلك على النحو الذي أوصت به اللجنة الوزرية للشؤون القانونية والذي عرضه سعادة وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب سابعا بحث مجلس الوزراء اقتراحين برغبة مقدمين من مجلس النواب بشأن تجمع المياه في اللوزي وفحص العمال الوافدة ووفق المجلس على رد الحكومة بشأنهما على النحو الذي أوصت به اللجنة الوزرية للشؤون القانونية وفي بد التقارير الوزرية فقد اطلع المجلس على تقريرين من معالي وزير الداخلية بشأن المشاركة في كل من الدورة الخامسة والثلاثين لمجلس وزراء الداخلية العرب الجزائر واجتماع وزراء داخلية التحالف الأمني في أبوظبي الذين عقدا مؤخرا كما اطلع المجلس على تقرير من معالي وزير الخارجية بشأن نتائج الدورة المئة وتسعة واربعين لمجلس جامعة الدول العربية على المستوى الوزاري التي عقدت في القاهرة مؤخرا